وبمناسبة احتفال وزارة الأعلام بمرور خمسين عاما على بداية البث التلفزيوني في مملكة البحرين يأسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة السيد حسن عبد الكريم الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون بالإنابة سابقا أهلا بك في نشرة الأخبار وبداية كيف تصف لنا التطور المستمر الذي يشهده جهاز تلفزيوني مملكة البحرين منذ البث الأول قبل خمسين عاما وحتى اليوم طبعا يسجل التاريخ لمملكة البحرين ريادة في مجال الإعلام بعد انطلاق إذاعة البحرين عام 1955 وكذلك ريادة مملكة البحرين في البث التلفزيوني في عام تسعة تسعة عام 1973 أول تلفزيون ملون في منطقة الخليج والمنطقة العربية والتلفزيون في تطور مستمر في تجهيزات الاستوديوهات وستوديوهات البرامج وستوديوهات الأخبار في عام 2005 تم تحديث استوديو مركز الأخبار بأحدث التقنية وأجهزة متكاملة مبنى وتجهيز بالكامل تجهيز متطور تقني وكذلك البحرين محمل ريادة في أول تقديم نشرة الأخبار باللغة الإنجليزية البحرين هي أول تلفزيون يقدم نشرة الأخبار في المنطقة بجانب طبعا نشرة الأخبار باللغة العربية نعم كيف استطاع تلفزيون البحرين أن يتميز عن غيره خلال هذه العقود وما هو دور الكوادر البحرينية في ذلك يعني تلفزيون البحرين في مواصلة التطور التكنولوجي استطاع أن يواكب التطور التكنولوجي بحضور المعارض الهندسية العالمية والمشاركات المهرجانات المحلية والمهرجانات العالمية وكذلك استمرار التدريب للعنصر البشري أما بخصوص الكوادر البحرينية فأحنا في تلفزيون البحرين عندنا التميز بأن من بدايات البس التلفزيوني قبل خمسين عام وإلى الآن التلفزيون البحرين تميز بكوادرها البحرينية من بدايات البس وهذه الحقيقة يعني شيء تحسب لمبلكاتنا والكوادر البشرية متوازعة في كل المجالات في الهندسة في الأمور التقنية في التصوير والصوت وكل الوحدات والأقسام التلفزيونية نعم طبعا نحن اليوم نعيش في ضل العهد الظاهر لسيدين جلالة الملك المعظم وكذلك بتوجيه متابعة من سمو ولي العهد في رئيس مجلس الوزراء نحن في تطور مستمر تلفزيون البحرين والإذاعة نعم سعادة سيد حسن عبد الكريم الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون بالإنابة سابقا شكرا جزيلا لك